أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ألبا عن تأمين تعهدات مالية تبلغ قيمتها حوالي 700 مليون دولار وذلك لتمويل مشروع توسعة الخط السادس عن طريق التسهيلات المالية المدعومة من قبل وكالات صدرات الاعتمانية هذا وتتألف التسهيلات المالية من قسمين يبلغ القسم الأول منها حوالي 310 مليون دولار وحوالي 315 مليون يورو كصدرات اعتمانية مضمونة من قبل سيرف أما القسم الثاني فتبلغ قيمته 50 مليون يورو تقريبا كصدرات اعتمانية مضمونة من قبل يولر هيرماز وستقوم التسهيلات المالية المدعومة من قبل سيرف بتمويل محطة الطاقة رقم 5 حيث استقوم الشركة جنرال إلكتريك بتوفير ثلاث توربينات غازية وثلاث توربينات بخارية إضافة إلى ثماني مولدات بخارية ذات خاصية استرداد الحرارة الجدير بالذكر مجاهدين أن فترة تسداد التسهيلات المالية تصل إلى 15 عاما حيث سيتم دفع المبلغ الأكبر على مدى 12 عاما أما التسهيلات المالية المدعومة من قبل يولر هيرماز فستمول نظام التوزيع الكهربائي والذي بموجبها ستقوم شركة سيمينز بإنشاء وتشغيل شبكة كهرباء عالية الجهد وتوفير مفاتيح تحكم مع زولة بالغاز حتى 220 كيلو فولت وستبلغ فترة تسداد هذا القسم من التسهيلات المالية 14 عاما حيث سيتم دفع المبلغ الأكبر على مدى 12 عاما كشفت هيئة تنظيم الاتصالات عن انخفاض كبير في إجمال لإرادات وعدد دقائق المكالمات المحلية والدولية وذلك لأول مرة منذ العام 2008 وقد أظهر تقرير جديد لهئة تنظيم الاتصالات حول مؤشرات سوق الاتصالات في البحرين أن استخدام خدمات المكالمات الصوتية التقليدية تراجع بنسبة 17% بين عامي 2014 و2015 ومن المتوقع أن تفوق إرادات البيانات إرادات الخدمات الصوتية وقد لفت التقرير إلى أن الانخفاض الكبير في إرادات الخدمات الصوتية قابل ارتفاع منحوط في استهلاك البيانات في سوق الاتصالات المحلي حيث بلغت الاشتراكات النشطة في خدمات النطاق العريض المتنقلة في الربع الثالث من العام 2015 ما نسبته 57% بزيادة بلغت نسبتها 64% في عام واحد طبعا مشاهدين بلغ إجمالي عدد مشتركي الهواتف المتنقلة في المملكة مليون وثمانمائة ألف مشترك في الربع الثالث من العام الماضي 2016 مقارنة مع 800 ألف مشترك في عام 2012 أي بزيادة كبيرة بلغت نسبتها 89% خلال أربع سنوات فقط واعتبر وجود عمل الابتكار إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية لتطوير خدمات الاتصالات أمران أساسيان لتعزيز اقتصاد خدمات الهواتف المتنقلة بغية مواكمة التزايد المضرد في عدد مستخدمي الهواتف الذكية ونقل البيانات والآن مشاهدين وقفتنا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية ترجمة نانسي قنقر